بقاع متسارع تجري الترتيبات لعقد أول جلسة برلمانية منذ انقلاب سبتمبر 2014 وهي الجلسة التي فشلت أكثر من مرة لكن سؤال وقت البرلمان الذي عاد الحديث عنه للواجهة أين سيعقد البرلمان اجتماعه داخل اليمن أم خارج أراضيه مجلس النواب لن ينحقد إلا في داخل اليمن خارجه ما يحقق دستوريا داخل اليمن كل في الأخ رئيس الوزراء هو هنا في جانبي يهيئ للاجتماع القاعات موجودة بس يهيئ للسكن الجانب الأمني الرئيس هادي أكد بشكل قاطع أن البرلمان لن يعقد جلساته إلا داخل اليمن وهو ما عده البعض ردا على الأنباء التي حددت مكان الاجتماع في الرياض في سياق الانتقادات التي توجه لشرعية حول التساهل مع القرارات السيادية لليمن التي أكدت كثير من الوقايع أنها أضحت رهينة الرياض وأبو ظبي التحضيرات المكثفة لجلسة قادمة للبرلمان تتزامن مع محاولات مستمرة لميليشيا الحوثي في عقد جلسات برلمانية وهو الأمر الذي قلل الرئيس هادي من خطورته على إحداث انقسام في وحدة البرلمان مهددا بإلغاء أي قرارات برلمانية تأتي من صنعه الأخوة الذين يقامون على أساس بيسون اجتماعات في صنعه ما يقدروا يعقدوا أي اجتماع وإذا اتخذوا أي قرار سألقيه يشكك كثيرون بنجاح عقاد جلسة البرلمان داخل اليمن في ظل وجود تعقيدات كثيرة منها ما هو متعلق بترشيح قيادة جديدة والتي فشل الاجتماع التحضيري الذي عقد الخميس الماضي في تشكيلها وفي ظل عدم قدرة الرئيس نفسه من دخول عدن فإن التحدي الأكبر أمام شرعية وربما الرياضة يكمن في لم شمل النصاب القانوني لانعقاد البرلمان داخل اليمن البرلمان الأطول عمرا والأقل فاعلية